بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرصالين أحبابي في الله ميزبوني في قناتي على اليوتيوب وسعدتم صباحا إن شاء الله تكونوا كامل بخير على خير صحوا عافية صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتروا من الصلاة على الحبيب المصطفى سيدنا محمد شافعنا قاعدنا يوم القيامة أحبابي في الله ما تكونواش بخالة أكتروا من الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم البريكولات اليوم بمشاعة لهوة عبارة على تيلي كوموند هذا تيلي كوموند تكسر له قطب على ما على ما يبدو لا أدري إن كان يعني موجب أو سالم واحد منهم يا إما موجب يا إما سالم على الأسلاك لخارجين من بوردة تيلي كوموند تكسر السلك بسبب ظاهرة الصدع الكثير منكم يطرح لنا الأسئلة يقول لكم من جهة الصدع لأن العلبة أين تدع البطاريات النوعية الرادئة تعال البطاريات بمجرد ما يقدموا يعودوا يرميوا في الحامض السيتريك هذا الحامض الحامض السيتريك هو لي يعني يعطاكي الأسلاك تعال القطب الموجب والسالب لملحمين على البوردة وبالتالي يتكسر والتلي كوموند تصبح لا تشتغل حتى وتضع لها بطاريات جديدة لكنها لا تشتغل أنا اليوم أحبت نوري لكم أحبابي في الله هذا العطل بسيط يمكن إصلاحه باستخدام سلك من الطرمبون السلك من الطرمبون السلك لمسك الوارق هذا السلك لمسك الوارق يمكن إعجاجه بآدت حدا وتلحمه من جديد على البوردة ويصبح يشتغل معك تماما مئة بالمئة شاهدوا معي أحبابي في الله العملية هذا هو أحبابي في الله الذي لحمناه منذ قليل ها هو هذا السلك هو سلك يعني من مسك الوارق سلك من الطرمبون دورناه من الطرمبون ولحمناه مع البوردة دوك نفتح البوردة من الداخل ونشوف نقول البوردة معناه للسيركويت السيركويت عن تليكم تابعوا معي أحبابي إلى الآخر شاهدوا معي أحبابي في الله ها هو السلك ملحم على البوردة سنعمل عملية تكبير منذ قليل سنقلب ها هو ملحم ها هو ملحم على البوردة على السيركويت إلكترونيك ها هو ليك ملحم باستخدام الرأس الكاوية ومدة القصدير هذه هي مدة القصدير أحبابي في الله باستخدام مدة الفروكس أو يعني ليست إجبارية لأن داخل في قلب هذا القصدير بدأت توجد مدة الفروكس موجودة بداخل القصدير لازم يكون نوعية جيدة القصدير وتشريه تلاتة وستين سبعة وثلاثون وتكون فيه المدة الفروكس في قلبه ها هو أحبابي في الله سيركويت تم تجربته منذ قليل يشتغل يشتغل معنا مئة بالمئة شغال بدون أي مشكلة ها هو ها هو طرمبون ها تم يعني تدويره يشبه هذا يشبه هذا أوريجينال كما راكم تشوف ويمشي معاك والديباني لأنه هذا ما أعزاز هذا ما التليكوموند تليكوموند هذه دوريجين تقدر تلقى ها تقدر مثلا هذه تعلق تعلق تلفاز اوني هذا ما دوريجين هذا كيف تقدر تصلح دوريجين من المستحسن ومن المستحب غير صلح دوريجين لأن كما تشيبش دوريجين ما رايش هتمشي معاك يعني مدى الحياة أما هذا دوريجين فهو مليح أحسن يعني تليكوموند هو دوريجين إذن حافظوا على هذا تليكوموند دوريجين ونصيحة رقم 2 أقدمها لكم من هذا المنبر ألا وهي اشتنبوا استخدام البطاريات الرادئة مثل الزيبة وغير ودلك مجميع بطارية فيها بمجرد ما تنتهي تطلق الحامض هذا الحامض رح يأكل لك هذا الأسلاك يأكلهم على آخرهم بمدد الصادق واليوم جبت لكم يعني فكرة بسيطة بدل من ديروا لإعجاب صليوا على رسول الله السلام عليكم تراقوا في ساعة الخير ان شاء الله شكرا جزيلا على تيقدكم وعلى تتبعكم صلعوا على رسول الله